مرحبا في مي كيشن عندما نعطي مدل إيسترين كوكينج إلى أمريكا أرحب بكم برنامجنا هذا ساميرا سكيشن وأقدم لكم أحلى وألذي الوصفات أرجو أن تنال أعجابكم برنامجنا اليوم رح أسوي لكم وصفات مختلفة لمناسبة حلول عيد الميلاد كريسمس برنامجنا اليوم رح أسوي لكم هذه الوصفات خبس على الطريقة السويدية سويديش برد خبس الموز والجوز بانانا نت برد كيك البرتقال والتين المجفف أورنج فج كيك كيك الفستق والكرس بستاشيو تشيري كيك رح نبدي برنامجنا اليوم بتحذير خبس على الطريقة السويدية سوف نبدأ البرنامجنا اليوم باي تحذير خبس على الطريقة السويدية لتحذير خبس على الطريقة السويدية نحتاج هذه الخبس على الطريقة السويدية واحد ملعقة طعام هيل مطحون نصف ملعقة كوب ملح ثلاثة أربع كوب حليب دافئ ثلاثة أربع كوب حليب دافئ هاف كوب جولدن ريزنس نصف كوب قشمش أصفر هاف كوب براون ريزنس نصف كوب قشمش أحمر هاف كوب درايد أبريكات جاب نصف كوب مش مش مجفف مفروم كورر كوب كندد لمن بيل ربع كوب قشر ليمون محلة كورر كوب كندد أورنج بيل ربع كوب قشر برتقال محلة زست of two lemons grated قشر اثنين ليمون مبروش هاف كوب كونيك نصف كوب كونيك هاف كوب almonds chopped نصف كوب لوز مكسر powdered sugar for dusting سكر مسحوق للتزيين for the glaze one cup powdered sugar واحد كوب سكر مسحوق two tablespoons lemon juice ثنين ملاعق طعام عصير ليمون لتحذير العجين to prepare the dough first of all we will add the water in the mixing bowl راح نضيف الماء الدافئ إلى إينا العجن ونرش عليه الخميرة الجافة we'll sprinkle the yeast over and we'll let it sit for five minutes نتركه لمدة خمس دقائق in a bowl like this one we will mix the warm milk في إينا مثل هذا راح نخلط الحليب الدافئ with the melted butter ويا الزبت المذهب we'll add all the wet ingredients راح نضيف المواد السائلة اللي هو الحريب ويا الزبت ويا البيض إلى إينا العجن in the meantime we will get the dry ingredients ready راح نحضر المواد الجافة راح نضيف السكر إلى الطحين we'll add the sugar to the flour the salt الملح and then the ground cardamom والهيل المطحون we'll mix until everything is nicely mixed until everything is nicely mixed and in the meantime we will have all our fruits the dried fruits mixed in a bowl like this we'll add the golden raisins راح نخلط نوعين القشمش الأصفر والأحمر المشمش المجفف we'll add the dried apricot chopped dried apricot we will add the candied lemon peel قشر الليمون المحلى candied orange peel قشر البرتقال المحلى and then the almonds واللوس اللي طبعا اللي هو المقشر this is these are all the ingredients that we need slowly we will add the flour to the mixing bowl تدريجيا راح نبدي بإضافة الطحين خليط الطحين إلى إناء العجن and we'll continue mixing in the meantime we will zest our lemon also راح نبرش الليمون قشر الليمون راح نتناكل كلش طيبة لهذا النوع من الخبس خبس will add a lot of flavor to this bread this bread is very famous during christmas time and of course this is a great thing to have for christmas morning for breakfast for breakfast هذا النوع من الخبس دائما ينعمل في موسم عياد الميلاد كلش طيب يكون ويا شاي قهوة الصبح في يوم صبح عيد الميلاد christmas morning it's really great now lastly but not least we will add the cognac to the mixture of course for whatever reason if you don't want to add the cognac which is liquor you can eliminate it you can add orange juice or you can add apple juice or any juice that you want but after all it's christmas and it's okay i think it's an exception لأي سبب من الأسباب إذا ما تدون تستعملون الكونيك اللي هو طبعا كحول تقدرون تبدلون أو ضيفون المكان الكونيك ضيفون عصير كرتقال عصير تفاحة ورأي شي آخر إذا ما يعجبكم تستعملون كحول سوى الكونيو ميكسين وإننا سوف نضيف وإننا كل مكسين وعصير ووطا إلى المكسشرو رح نضيف خريط الفواكه الجافة ويالوز الى العجين الى العجين نستمر بالخفق بطبعاً صورة أطول لأنه مريد نسحق اللوز والفواكه المجففة لا نريد أن نسحق اللوز والفواكه المجففة نستمر بالتأكد بأن كل هذه المواد انخلطت كل الزين و العجين نستمر بالخفضة هناك لدينا جميلة 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 لأنه لدي كاسة جاجية طبعاً دهنتها بالزبت سنستمر بالخفضة إلى جميلة جميلة نحول العجين إلى الكاسة اللي حضرناها نظر كم جيدة رائحة إلى درجة طيبة و هذا نستمر بالخفضة العجينة مو كلش طبعاً متماسك إياها بس مو قلينا إياها و هذا نستمر بالخفضة نستمر بالخفضة بلاستيك و قطعة بلاستيك راح نغطيها بقطعة بلاستيك و قطعة قماش راح نتركها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة على الأقل ساعتين سنتمر بالخفضة لدولة دهاية في مصر يزمك و حتى تكون مينة مو باستيك طبعاً ورما تركنا العجين حتى يختمر لمدة ساعتين سنتمر بالخفضة لدولة دهاية في مصر يزمك و الآن يومنا للغطاء المصورة للأنامز لحضورها لنبدأ بأس ملعبه البلاد يزال بكل كلي أحيانيي قدمت في بعض المفترض من غضورها لنزلوك بعض المفترض بحضور عبيض العبارات تتخيل العبارات ونحن نحن تجربها بشكل مقصد نحن نصنع هذا بشكل مقصد قسمنا العجيم إلى قسمين طبعاً تركنا ذي اختمر لمدة ساعتين في مكان دافئ وهسه راح نقسمها إلى قسمين يمكننا استخدام هذه المقصد على مقصد بشكل مقصد بشكل مقصد أو يمكننا استخدام هذه المقصد لإعطاءنا مقصد نقدر طبعاً انصف العجين هذا وراء ما شكلناه على شكل سطواني في صينية عليها مقصد ورح نستعمل قلب مثل هذا حتى يطلع ينطينا الديزاين كل شيء كذلك فأنا نستعمل هذا الديزاين مثل هذا وقوم بشكل مقصد ثلاثة الشخص والعجين المتبقي وعجين المتبقي راح نقسمها إلى أقسم أصغر نقوم بشكل مقصد ب is so we could use the small abraded molds like these or you can even form them into logs and become the same way so we will need to divide this into six portions just like that قسم العجين المتبقي الى ستة اقسام متساوية راح نخلي العجين بالقالب اللي حضرناه it's going to be beautiful it's gonna give us some nice design braided راح ينطينا منظر كلش حلو يطلع مثل الظفيرة perfect and now we will cover the divided dough again with a butter plastic wrap راح نغطيه بقطعة بلاستيك دهناها بقليل من الزبت ونغطيه بقطعة قماش and then a kitchen towel and we will set it in a warm place to rise again for another hour and a half to two راح نتركه في مكان دافئ حتى يختمر مرة اخرى لمدة ساعة ونصف الى ساعتين على الاقل تركنا خبز اللي طبعاً سويناه على الطريقة السويدية ورا ما قطعناه وصفيناه في القوالب حتى يختمر مرة اخرى لمدة ساعتين هسه راح نبدي بطبخ الخبز حمينا الفرن 350 degrees it's time for us to bake the bread the Swedish bread we preheated the oven 350 degrees and we will bake it for 20 to 25 minutes راح نتبخه لمدة 20 إلى 25 دقيقة our bread look how beautiful it looks of course these are much smaller so they cook faster so we will remove them from the oven they're nice and golden and i believe we will leave this to bake for another 5 minutes راح نترك القالب الكبير خمس دقائق اخرى حتى ينطبخ بس طبعاً القطعة الصغيرة انطبخت تحتاج وقت اقل our bread the Swedish bread it's nice and warm still الخبز اللي سوينا على الطريق السويدية طلعنا من الفرن هو حار راح نحضر اللي راح نستعمده so here we will prepare the glaze here we have one cup of powdered sugar and to this we will add two tablespoons of lemon juice الحمضيف ملعقتين طعام من عصير الليمون and we will whisk until nicely blended نحن نخلط الى ان يصير مجانس كلش and nice and creamy look how beautiful and glossy you can serve this kind of bread just the way it is or you can of course decorate it or garnish it with the glaze or the powdered sugar تقدروا تقدمون هذا النوع من الخبز بهذه الطريقة يكون طيب همينا وحتى نزينه ويكون منظرة شوية احلى راح نزينه بالglaze اللي سوينا or you can just use powdered sugar so we gonna i think just dust the small ones with some powdered sugar راح نزين القطع بقليل من السكر المسحوق just to give it a nice of course decorative look and also to add some more sweetness to it يلطيها منظر و راح اضيف قليل من الحلا and then we will drizzle the large piece with the glaze that we made الآن الخبز حضر إياه لنا حتى نقدمه الآن الخبز حضر إياه لنا حتى نقدمه